يسأل عن الدعاء في سجود السهو وكذلك في سجود التلاوة أما سجود السهو فلم يثبت فيه حديث ولهذا كان الإمام محمد رحمه الله يقول يسبح يعني مما ورد في دعاء السجود فيدعو لأنه لم يثبت فيه شيء وأما ما يقال ربنا لا توخذنا نسينا واخطأنا فهذا لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصعابة فيما أحفظ وعلى هذا فيسبح مثل ما يسبحه عند السجود فيقول سبحانه ربي الأعلى ونحوه وأما في سجود التلاوة فقد جاء في ذلك أحاديث منها ما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي رأى في المنام عندما سجد فسجد فقال سجد وجهه اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وجعلها لي عندك ذخرة وضع بها وزراء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وفي سنده ضعف وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد للتلاوة قال سجد وجهه لذي خلقه وشقه سمعه وبصره وبحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين وهذا أيضا حديث ضعيف وبالجملة فلا يصح حديث تابت صحيح في سجود التلاوة وعلى هذا فيسجد الإنسان إذا سجد فيقول سبحان ربي الأعلى لما جاء عند أبي داود من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما نزلت قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم وهذا حديث لا بأس به وقد حسنه أبو العباس بن تيمية رحمهم الله ورحم الله سلف هذه الأمة وهذا يدل على أن الإنسان يقول بما ورد من دعاء السجود سبحان ربي الأعلى فقط ولو دعا بعد ذلك بما جاء في الأحاديث الضعيفة من باب أن ذلك دعاء فلا حرج إن شاء الله شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة